طيب يعني فيه أيضا نقطة مهمة جدا لما يجي نتكلم عن مسلسل الاختيار احنا كلنا فاهمين البطولات دي وعايزين نشوفها وعايزين نشوف قد ايه أبطالنا بيضحوا بحياتهم علشان احنا نعيش لكن الجديد أيضا في هذا المسلسل أنه كان الأطفال نفسهم حابينه وحابين يتفرجوا عليه ده يعني بيقول قد ايه المسلسل عرف يوصل مش بس للشريحة اللي فاهمة والشريحة المستهدفة لكن لشرائح شرائح أصغر كتير يمكن ما يكونش عندها نفس الوعي ده ما تكونش لس ليه تفتكر ده حقيقة ده دور الكوة النعمة زي ما قلت لساعة تكابل كده كان الأول بناخد الشباب والأطفال كانوا بياخدوا رموز مش في محلها بصراحة فالنهار ده لما تشوف الشهيد أحمد المنسي أو تشوف عظماء ومصر ولادة بتشوف الناس القيمة والقامة يبقى هم كدوتنا فده شيء الحمد لله شيء محترم جدا يعني مثلا دايما كنت بقى رأى الكومنتيات على السوشيال ميديا طول شهر رمضان لما كنت أشوف دايما المصريين يقولك حلقة كمان وافرد عالم مصر على العمارة حلقة كمان وانزل أحارب معاكم المرة الجاية ألاقي الأطفال بيقلدوا الشهيد أحمد المنسي أو النجمة أمير قرارة فده كان شيء طبعا بيساعدني جدا اللي هو يعني هتطمن أن أنت هتسلم الراية لجيل محترم إن شاء الله طالعا بإذن الله إن شاء الله أنت كنتوا يعني بتشوفوا التعليقات دي إنهم عدوا ممتماء لبلدهم أنت كنتوا بتشوفوا التعليقات دي أثناء عرض المسلسة أنت كنت بتشوف ولا كنت مستني لغاية الآخر مش عايز حاجة تشتت تفكيرك لا بصراحة يعني دايما بنتابع السوشيال ميديا طول الوقت بنشوف إيه اللي بيحصل إيه ردود الأفعال علينا هل الناس مشدول للعمل ولا لأ وبما أننا طبعا عادين كلنا في البيت بسبب الكورونا فكل عاد في البيت فأنت طبيعا هتبص على السوشيال ميديا فبشوف كل الحاجة بتحصل من الناس الناس فرحانة جدا الناس زاد عنها الروح الوطنية حاجة جميلة كوما بنقدمها لبلدنا في حالة من الفن الراكب بتحصل يعني الفن ممكن يصلح حال المجتمع ويهدم حال المجتمع فالحمد لله إن فيه شيء يصلح حال المجتمع كان موجود طيب قبل ما نخلص كلامنا عن مسلسل الاختيار ونروح لفاصل ونرجع نتكلم عن الممر وغيره عايز أسألك عن إنه هذا المسلسل أيضا إحنا عارفين كويس قوي هو حرك مشاعرنا كمصريين وطنيين بتحب بلدها إزاي لكن برأيك إزاي المسلسل ده أثر على الجماعات الإرهابية على الجماعات الإخوانية اللي دايما بتشكك فيه بطولات الجيش المصري طبيعي جدا لازم يتدايقوا من من مسلسل محترم بحجم الاختيار عشان بقول حقائق والناس اللي ما كانش عندها حالة من الوعي بقى عندها حالة من الوعي وبتشوف قد إيه لو حنتكلم في نقطة الدين لا ده ساعة الفطار مويته جنودنا ومويته أخواتنا يعني النازل لا مبادئ لا قيم لا أخلاق فشايف إن هما خلاص خلاص النازل خلاص انتهت يعني شايف إن النازل انتهت تماما من على الأبد يعني وربنا سبحانه وتعالى بيظهر حقائق وكلنا بقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله